هو الإسلام العقيدة والدين الوحيد أو عقيدة العقيدة الوحيدة والدين الوحيد الاسمه دين الفطرة وعشان كده دايما عندنا احنا كمسلمين الدين مربوط بالفطرة حيث مش هتلاقي كلمة فطرة أو معنى الفطرة مش مربوط بدين اللي عندنا المسلمين فقط لأن الإسلام بيدعي هذا الادعاء إنه هو دين الفطرة يعني إيه دين الفطرة؟ يعني ما فيش أي أمر أو أي نهية في الإسلام مخالف للفطرة دي معنى كلمة دين الفطرة مفيش لأمر أمر يعني يتبعه المسلم أو نهي ينتهي عن المسلم مخالف للفطرة